عايزين ناخد صورة عن الوضع العام وقتها للدولة الإسلامية واللي كانت منقسمة طبعا لعدة الدول عايزين نعرف يا دكتور ايه مدى قوتهم واذا الدنيا كانت عاملة ازاي في الدولة الإسلامية والله يعني سؤال حرتك في البداية كده أنت كده نكأت الجراحة معلش لازم نوضح يعني كما ذكرت في المقدمة وكما قلت ايضا حقيقة كانت الدولة الإسلامية في ذلك العصر نستطيع أن نقول الخلافة الإسلامية الدولة العباسية كانت في الضعف حالها وكانت عبارة عن صورة ليس أكثر من هذا ويتحكم فيها الصلاطين والسلاجقة في هذا الوقت فهؤلاء كانوا هم المسيطرين على الأمر بل على العكس كانت هناك في العراق الدولة العباسية في ضعفها متحكم فيها السلاجقة متحكمين في العراق وفي إيران وفي أسيا الصغرى في مصر هنا الفاطميون وفي بلاد المرابطين وكل واحد من هؤلاء له دويلات كل دويلة لها أمير يخاطب أمير المؤمنين فمما عمد به البلوة لأن أمير المؤمنين مفروض أن يكون رمزا واحدا صحيح وهو الذي ينادى به على المنابر من قبل هؤلاء جميعا وهذا الرمز لتوحد الدولة الإسلامية أما في هذا الوضع أن كل أمير من هؤلاء الأمر ينادى عليه بأمير المؤمنين هذا لون من ألوان لاستقلال عن الدولة الأخرى مما يحفزه للاعتداء على الدولة الأخرى حتى يتكسب ما وراء هذه الدولة وبالتالي فأصبحت هناك البناوشات والاقتتال بين هذه الدول المختلفة وحقيقة يمكن أن يجي في مدمار حديثنا هذا اليوم بأن هناك حتى حينما هاجمت الحملة الصليبية الأولى على أنطاكيا وما شابه ذلك واستنصر هؤلاء لم ينصرهم بدر الجمالي لأن هؤلاء تبع العباسيين وهم سنة سلاجقة وهؤلاء تبع العبيديين أو الفاطميين وهم هؤلاء شيعا وهؤلاء سنة وبالتالي فلم ينصرهم حتى يقول بدر الجمالي أكلت يوم أكل الثور الأبيض بمعنى أن هؤلاء الفرنجة قد تغلبوا على أهل هذه البلاد ولم ينتصروا مع رفقائهم وتركوهم فهزموهم بطبيعة الحال وأكلوا كل الأبيض والأسود في هذه البلدان دون أن ينتصر لهم هؤلاء المسلمون من أهل الفاطمين أو العبيديين يعني نقدر نقول كان فيه قسام في الدولة الإسلامية وده كان بداية الظل والهوان والانقسام ده دائما بطبيعة الحال أصبحت دويلات الفرنجة في هذا الوقت استطاعوا لما كانت تسمى آه طبعا طبعا الفرنجة كان جانب كبير جدا من العرب كانوا يسمون الصليبيين الفرنجة وهؤلاء يسمون أنفسهم الصليبيين بصرف النظر يعني التسمية لكن المقصد في هذا الكلام بأن هؤلاء لم يتعاونوا فيما بينهم تحت مضلة الإسلام بصرف النظر عن الفرق المقسمة فيما بينهم أنا يعني من أشد العجب يعني يأتي المتوكل مثلا في الدولة العباسية ويعني يحاول بقدر مستطاع القتل لكل من هو ليس مسلما بل المسلم الذي ليس على الفقه الشافعي الذي يدين به أيضا كان يقتتل في هذا الأمر طب وكيف هذا إذن المسألة كلها كانت لون من ألوان وأيضا هذا الفاطمي حينما أمر بحرق الكنيسة القيامة أيضا هذا لون ألوان عدم الفهم والوعي إلى ما يسمى بالأديان التي نستطيع أن نستظل تحت مضلتها أو على الأقل لا أتقوى في أمر من الأمور لا أستطيع الدفاع عنه بعد ذلك يعني لماذا أنت حرقت هذه الكنيسة وأنت لا تستطيع أن تجابي هذه الحملة الصليبية إذن التقديرات كانت غير صحيحة وبالتالي فكانت القرارات نفسها قرارات فردية لا تأخذ عن طريق الجماعة وبالتالي فكان شكل الضعف مستشري في الدولة الإسلامية بحيث أنه أقل قوة من القوى التي تحاول أن تتحدى الدولة الإسلامية تستطيع أن تضحرها تماما وتضوما ضد تعليم الإسلام أو من هي